فإحنا اليوم لما الفريق ما يلعب ويفوز يجب أيضاً أن نقول الحق الفريق مبروك ونتمنىكم التوفيق وشو دحيلكم في مباراة الغادمة لكن اليوم إذا الفريق قدى وانهزم لو أمام النيبال الفريق مستحوذ بنسبة 90% وضيع يمكن 20 فرصة 25 فرصة وفي نهاية المباراة فاز منتخب النيبالي 1-0 إحنا شو بنقول؟ بنقول المنتخب إنه زم ما منتخب ضعيف وإحنا 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 وإلى آخر فبالتالي في المرحلة هذه يجب أن يستمر المنتخب بعقلية الفوز بعقلية النتائج الإيجابية ومع الوقت مثل ما تفضل كابتن بيتطور الأداء بيينضاف هناك بعض العناصر بيكم تغيير بعض العناصر بيتغير نظام التكتيك بيتغير سيستم طريقة اللعب المدرب بيكتشف كثير من الأمور مثل إحنا ما ناقشنا قبل شوي معاك الجدول المنتخب في شهر واحد بيكون عنده مباريات في شهر ثلاثة في عنده مباريات هناك في بطولة بطولة الأندي الأسيوية هناك في يعني الجدول مزحوم جدا ترجمة نانسي قنقر